المشاعر المقدسة طيلة فترة العام هي مغلقة قارباً فكيف يتم التهيئة لها وتحضير لها تحديداً قبل هذا الموضوع؟ الحقيقة هي تم التعامل مع المشاعر من خلال إدارة هي إدارة الحج والمواسم وإدارة المشاعر بالتحديد وهذه الإدارة هي تتولى مهام الإشراف على المشاعر خلال السنة ومتابعة الأعمال التي تتم فيها والحقيقة التنسيق مع الجهات الحكومية فيما يخص أمانة العاصمة المقدسة والقائمون عليها مشكرون حقيقة خلال السنة بالمتابعة المستمرة والتهيئة أيضاً للحج من خلال تجهيز المواقع والنظافة المستمرة طوال السنة للمواقع المفتوحة في المشاعر المقدسة